في الثلاثين من حزيران يتم الرئيس المصري محمد مرسي عامه الأول في السلطة احتفالا بالمناسبة تعبئ المعارضة وعلى رأسها حركة تمرد جماهيرها نحو عودة مليونية إلى الميادين للمطالبة بتناحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة الجمعة في استعراض للقوة ربما وتحت شعار إنقاذ الشريعة بالشرعية لبى عشرات الألاف دعوة الحركات الإسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة الحاكم الواجهة السياسية للإخوان المسلمين إلى التجمع أمام مسجد رابع العدوية في مدينة النصر شرق القاهرة وهكذا يطفئ مرسي شمعته الأولى رئيسا كما بدأها تظاهرات وتظاهرات مضادة والمزيد من العجز في حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تنعكس زيادة في البطالة والتضخم